زلزال بقوة سبع درجات فاصل أربع على سولامير اختر ضرب الأحدى الجزيرة الجنوبية لنيوزيلندا بحسب ما أفاده المحاد الجيولوجي الأمريكي الذي أوضح أن مركز الهزة حدد على بعد تسعين كيلومترا شمالي مدينة كرايست شيرج أكبر مدن الجزيرة السلطات المحلية التي لم تتحدث بعد عن سقوط ضحايا أصدرت تحذيرا من وقوع مد بحري أو تسونامي جراء هذا الزلزال العنيف إحدى المقيمات في المدينة صرحت ليرونيوز هاتفيا في الحقيقة نحن نتعلم العيش هنا مع اهتزاز الأرض من وقت لآخر ولكن صحيح أن هذه المرة كانت الهزة عنيفة كنا نائمين في حدود منتصف الليل وبالطبع كان عليك أن تستيقظ لأن كل شيء كان يتحرك من الواضح بشكل رهيب الأبواب تفتح وتغلق والمراية تضرب في الجدران الأمر كان مثيرا لأن الهزة استغرقت فترة طويلة من الزمن وكما قلت فخلال معظم أيام الأسبوع لاحظت تحركات ولكنها كانت خفيفة جدا لا تتجاوز الدرجتين على مقياس رختار نحن شبه مدمنين على تطبيقات الزلازل لمعرفة ما إذا كان ما نشعر به هو جسمنا أو إذا كانت الأرض تهتز حقا ولكن هذه المرة فقد كانت الهزة لفترة زمنية طويلة شكرا